مشاهدين أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في عدد جديد من غرفة الأخبار والبداية مشاهدين بأولى مواعيدنا الإخبارية لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر حادث مرور وقع مساء أمس بضواحي بلدية الخيثر بالطريق الوطني رقم ستة الرابط بين البيض وولاية الصعيدة الحادث تمثل في استضام سيارة سياحية بشاخنة ذات مقتورة ما أصفر عن وفاة ستة أشخاص من بينهم امرأتان ورضية وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحايا لمصلحة خفض الجثث بمستشفى الولاية في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث تستألف محكمة سيد محمد اليوم حاكمة عبدالغاني هامل المدير الغام الأسبق للأمن الوطني وفراد من عائلته في قضايا فساد ويتابع هامل في قضيتين أولا هما تتعلق بتبييذ الأموال والثانية تتعلق بنهب العقار والتي تورد فيها الوزيران السابقان عبدالغاني زعلان وعبدالمالك بوظياف بصفتهم واليين سابقين لولاية وهران فضلا عن الوليين السابقين لتيبازا موسى غلاي والزبير بن صبان القضية وفي جلسة الأمس واجهت عبدالغاني هامل بممتلكاته العقارية في وهران وتلمسان والعاصمة وتيبازا واستفسرته عن الهدف من وراء الشراء وبيع العقارات لجانب امتراكه لخمسة وعشرين حسابا بنكيا وأن فهملتهم كافة الموجهة إليه وطلب بإنصافه وإنصاف عائلته التي قال إنها ضحية ميته أيضا أنا نظن اليوم الهامل عبدالغاني أجاب على كل كبيرة وسغيرة وكل أسئلة المحكمة أجاب عليها بكل صراحة وبكل ثقة في النفس أبعد من ذلك أن الأجوبة كانت مدعمة بوثائق رسمية سيقدمها الدفاع لاحقا والله كما لاحظتم اليوم هامل عبدالغاني أنكر هذا الأمر وقال بصراحة العبارة لم أتصل أبدا بصفة مباشرة للتدخل والاستعمال النفوذ ضد استعمال النفوذ أو استعمال السلطة تعي في سبيل أبناء تعي أو في سبيل آخرين هامل عبدالغاني تكلم عن لاحظ نفسه اليوم بأنه ضحية أنه ضحية اليوم لماذا؟ لأنه هو والعائلة تعاوه وزوجته أبناءه وإخوته كلهم رأم تحت المتابعة القضائية وهذا طبيعي جدا طبيعي جدا يشوف الإنسان الأب يشوف الأبنين تعاوه والزوجان تعاوه والإخوان تعاوه كلهم متابعين قضائيا ماهوش الأمر سهل محاكمة مثيرة للمدير العامل أسبق للأمن الوطني عبدالغاني هامل عبدالغاني هامل مثولة أمام محكمة سيد محمد رفقة أبنائه ثلاث أميار شفيق ومراد زوجته وابنته اللتان هما رهن الرقبة القضائية فضلا عن الوليين الأسبقين لولاية وهران عبدالغاني زعلان وعبدالمالك بوضياف والولي الأسبق لولاية تيلمسان زوبير بن صبان والولي الأسبق لولاية تيبازا موسى غلاية لكن الغائب الأكبر كان الشاهد عبدالمالك سلال وهو الوزير الأول الأسبق وقد واجهت القاضية المتهم بعد استجوابه بتهم ثقيلة تهم تعلقت بالثراء الفاحش تحريد أعواني الدولة الحصول على مزايا غير مستحقة وتبييض الأموال لينفي عبدالغاني هامل كافة التهم المنسوبة إليها وقد قالت القضية أنك تحوز على أزيد من 25 حسابا بنكيا فضلا عن عقارات عديدة في ولاية وهران تيلمسان والعاصمة وكذا تيبازا لينكر مرة أخرى عبدالغاني هامل حصوله على هذا العدد الهائل من العقارات ويبرر كيفية الحصول عليها مؤكدا أنه كان يقوم بعمل بيع هذه العقارات بعد تحويله بحكم المناصب التي تقلدها وقال عبدالغاني هامل أنه لا يملك 25 حسابا بنكيا يؤكد أنه يملك فقط حسابين بنكيين ببنك الخارجية وكذلك قال عبدالغاني هامل أن أجرته الشهرية لا تتجاوز 48 مليون وهي تدفع من وزارة الدفاع الوطني ولم يأخذ ولا فلسل لما تقلد منصب المدير العام للأمن الوطنية وذكر عبدالغاني هامل بمصاره المهني وقال أنه تقلد عديد المناصب وقد مثل الجزائر في عديد الدول وكرم من قبل شخصيات هم عبر العالم يقول أن عائلته تعرضت للظلم وقد رفعت القاضي الجلسة لتستأنف الخميس على الساعة العاشرة كانت معكم أحلام بوزاير من محكمة سيد محمد لقناة البلاد هذا وأدانت محكمة سيد محمد الناشط السياسي كريم طابو بعام حبسا منها ستة أشهر نافذة بتهمة المساسب الوحدة الوطنية مع تبرئته من تهمة التحريض عن العنف والتمس وكيل والجمهورية بمحكمة سيد محمد في جلسة المحاكمة قبل أيام وقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرام مالية قدرها مائتين ألف دينار ضد كريم طابو ويتواجد طابو بالحبس المؤقت منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي بعد توجيه اتهامات له بالتحريض على أعمال العنف قصد الإضرار بالدفاع الوطني والمساس بسلامة وحدة الوطن أحالت نيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيقات في الفساد المفتوحة ضد المزراء والمسؤولين السابقين على غرار شاكيب خليل وإيمان هودا فرعون وجميلة مزيرت على المحكمة العليا وجاء في بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه تم إحالة الملفات على المستشارين بالمحكمة العليا بعدما وجهت للمعنيين تهما في ستة قضايا وتتعلق القضية الأولى بشركة السسي لفان المتهم فيها شاكيب خليل وبطرف نوردين ومن معهما أما القضية الثانية المتعلقة بشركة باتجاك المتهم فيها تمار وحيد وبنمراد محمد ومن معهما والقضية الثالثة تتعلق بشركة بيرسي والتهما فيها شاكيب خليل ومن معه أما القضية الرابعة فتخص مطاخن قرص متهم فيها جميلة مزيرت ومن معها أما القضية الخامسة المتعلقة بشركات حسين متيجي متهم فيها عبد المالك سلال ومصطفى رحيال وتخص القضية السادسة صالات الجزائر وتهمت فيها إيمان نهودا فرعون ومن معها أعلنت الجوية الجزائرية أمس تعليق كافة رحلاتها من وإلى العاصمة الايطالية روما وهذا اعتبارا من الخامس عشر مارس ويأتي هذا الإجراء بعد تفشي وباء كورونا في ايطاليا التي تعد البلد الأكثر تضررا من الفيروس بعد الصين وتزايد عدد الوفيات فيها بشكل كبير ليصل إلى 617 حالة حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 149 وفات وكانت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية أعلنت سابقا تعليق كافة الرحلات من وإلى مدينة ميلون الايطالية بداية من العشر مارس ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا هذا وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي وأضف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين واتبع المتحدث أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدته كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية تم في ولاية البويرة تحويل مغترب قادم من فرنسا نحو الحجر السحي بمستشفى محمد بوظياف للإجتباع في إصابته بفيروس كورونا وأوضح مدير الصحة للبويرة محمد العايب في تصريحات للبلاد أن الحالة تتعلق بمغترب يبلغ من العمر 72 سنة قديمة من فرنسا منذ 12 يوما وهو يقطن ببلدية أهل القصر وبدأت عليه أعراض الإصابة وبناء على هذا تم وضعه في الحجر السحي بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوظياف في انتظار نتيجة تحاليل معهد باستر نفت وزارة التربية ما تردد عن تقديم عطلة الربيع المدرسية إلى تاريخ 12 مارس وخصب توضيحات وزارة التربية فإنما تم نشره مجرد شائعات لا أسس لها من الصحة كما أن عطلة الربيع ستكون يوم التاسع عشر مارس مشيرة إلى أن وزارة التربية لم تتخذ أي قرار يخص هذا الموضوع خرج اجتماع رئيس الجمهورية المصغر بعدد من الوزرات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسار النفط بتعليمات أهمها التحضير لقانون المالية التكملي 2020 لتحسين النظام الجبائي لتحسين الأموال وإنشاء البنوك الإسلامية في أقرب الأجال ويعتقد المراقبون أن هذه التدبير تستوجب أيضا التعجيل بإعادة هيكلة النظام الجبائي وتعديل قانون النقد والقرطة تفاصيل أكثر في تقرير حرية حمداوين قانون مالية تكملي لسنة 2020 أمر الرئيس تبون بتعجيل إعداده للتكيف مع أزمة انهيار أسعار البترول أمام زحف وباء كورونا في العالم يحمل إجراءات جديدة لمعالجة الآثار المالية لأزمة تراجع أسعار النفط الحالية بتحصيل الإرادات الجبائية والجمركية إلا أن مختصين يشككون في قدرة النظام الجبائي الحالي على ذلك فقالوا المالية التكملي لسنة 2020 في البداية كان بهدف رفع النفاقات لزيادة أجور بعض العمى لإدماج عقد ما قبل التشغيل ولكن اليوم نجده أمام مشكلة كبيرة وهو شح الموارد لا يمكن تعويضه إلا عن طريق رفع تحسين الضريب ولكن هذا ليس متاح لأن إدارة الضرائب غير متطورة تسريع إنشاء بنوك إسلامية خاصة لامتصاص الكتلة النقدية الموجودة خارج البنوك مراقبون يرون أن هذا الأمر ليس سهلا في ظل العقبة والتعقيدات الإدارية للنظام المالي والذي يقف حاجزا أمام المستثمرين والزبائن العلاقين الإدارية كبيرة في الجزائر تعقق إنشاء مؤسسة مالية أو تجارية أو إنتاجية وبالتالي فإذا استمر الوضع الحالي من خلال العلاقين الإدارية ومن خلال صعوبات الاستثمار لا أعتقد أن هذه البنوك الإسلامية ستؤدي دورها المنشود من قبل الرئيس وهو استقطاب أموال موجودة خارج الأطر الرسمية رئيس الجمهورية أكد على عدم الاستدان من الخارج أو اللجوء للتمويل غير التقليدي إلا أنه أزدى تعليمات لبنك الجزائر بمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي بنك أرهقته الأزمات المالية المتعاقبة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد سبون الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه إلى جمهورية الكونغو لتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العليا للاتحاد الأفريقي حول ليبيا الذي ستنعقد هذا الخميس وكان رئيس الجمهورية قد لب دعوة في هذا الشأن تلقاها من نظيره الكونغولي ويندرج ذلك في إطار جهود الجزائر لتنسيق المواقف الدولية من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطراف الأزمة الليبية بعيدا عن تدخلات العسكرية الأجنبية وبما يضمن وحدة والسيادة الدولة الليبية الشقيقة يشرف اللواء السعيد شنغريحا هذا الخميس على تنصيب اللواء نوردين حنبلي قائدا لنحية العسكرية الخامسة وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أنه باسم نئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في السابع مارس سيشرف اللواء السعيد شنغريحا على التنصيب الرسمي للواء نوردين حنبلي قائدا لنحية العسكرية الخامسة بقسانطينة خلفا للواء عمارة ثمنية الذي عين قائدا للقوات البرية أعلن المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد العجاب أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيتسلم مسودة الدستور اليوم الخميس أو هذا الأحد كأقصى تقدير وأورد العجاب في كلمته خلال ندوة حول الدستور نظمتها المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين في العاصمة أن الإعلاميين مطالبون برفع أصواتهم لدسرة المسائل التي تهمهم كما تحدث عن الإشكال الاقتصادي لتمويل الصحف مؤكدا أن الدولة لم يعد بإمكانها تقديم الدعم لها التغطية لسحر لونيسا بعد المناقشة صدور المسودة لتعديل الدستور وهي تقريبا يوم غد الخميس أو الأحد على أقصى تقدير سوف يتم تسليمها من طرف الجهة الخبارة بشكل رسمي إلى السيد رئيس الجمهورية التي طيلا عليها إذن بين نهاية الأسبوع الجاري ممكن أن نشرح في طباعة هذه المسودة أو هذا المشروع بهدف توزيعه على مختلف المعنيين الآن بالنسبة للمؤسسة الإعلامية أنا رأني موجد حوالي 170 مؤسسة إعلامية راح تتسلم مشروع المسودة يعني كثير من القضايا بيودين دلها إشارة لأن الوضع الذي رأنا نعيشه الآن يعني في اهتراجع لإعلانات تليفزيونية وهذه أثر على الصحفة فيه أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع أسعار النفط وبالتالي يستحيل على الدولة أن تبقى تمول وسائل الإعلام والوضعية الحالية المزرية التي تعرفها في قطاع الصحفة المؤسسات الاقتصادية المدرة للإعلانات قليلة كيش وروا لمؤسسات اقتصادية في الجزائر التي ستتمول الصحفة بالإعلانات ولهذا الأساس أنها صرحت أكثر من مرة وقلت أن الجزائر يعني بحاجة إلى حوالي 10 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونشئة من أجل أن تزدهر قطاع الصحفة في الوقت الذي نحن مجتمعون الآن في هذه القاعة هناك نحو ألف صحفي أو ألف منتسب لقطاع الإعلام بين صحفيين وتقنيين ومصورين وغيرهم يعني الرواة بتاحهم بين 5 إلى 7 شهر ما تقضوهاش يعني مأساة اجتماعية وفي نفس الوقت مأساة مهنية الكثيرون أصبحوا يغادرون المهنة بعضهم إراديا يروح يبحث على مصدر رزق آخر لأبناؤه وبعضهم تحت الإكره لابد للإعلاميين أن يفعلوا شيئا ما تعرف عملية توزيع حليب الأكياس المدعم تذبذبا كبيرا عبر العديد من ولايات الوطن خاصة بعد دخول الموزعين لهذه المادة في إضراب المفتوخ وذلك للمطالبة برفع هامش الربحهم أكثر تفاصيل في تقرير ياسم بنقابا طالب موزع الحليب المدعم عبر العديد من ولايات الوطن بضرورة مراجعة هامش الربح في الكيس الواحد من الحليب والمقدرة حاليا بـ 0.90 دينار جزائري إحنا رانا نقال من هامش الربح هامش الربح هذا اللي رانا نظرينا فيه بزاف إحنا يرانا يكون من التوعنا هذا اللي رام هنا يا لأخر جاء عيتيك رأي يدي بلاسي على 140-150 كيلو 140-150 كيلو بزير في 0.90 وش ديلك رحم على والديك مشكلة من اللي ولقاحنا يا تسمى البروبلامة على مارش هامش الربح هكذا سلوطت شغل مدونة دي بروميس رايح ننظره في القضية التعكم لحياتين من تنادي أزمة التزود بحليب الأكياس تفاقمت في ولاية لبويرا وذلك بعدما دخل موزع الحليب في إضراب عن العمل بسبب قلة هامش ربحهم وارتفاع تكليف التوزيع هذا الوزير جاء طبق قوانين معليش حنا رانا مع القوانين طبقهم رانا مع خارطة الطريق رانا مع الأمور قاعد اللي درتها بالصحة احنا ورانا مشي هذا احنا رانا نجيبه في الحليب هذا واختمنا درنا قدارينيو معاوى مديري التجارة قال لك يا ودي سياح فو سمنة هذي سياح فو سمنة لي من هي سياح فنا بزياف سياح فنا رانا نجيبه 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 بساعة خلاص لخر قاعد يكون مرأ اسمياله رانا في مدة شهرين لحدث مكاش قاعد يخزر فينا نطالب من الوزير التجارة ولا وزير المالية يديرنا حل تذبذهن في عملية توزيع حليب الأكيس أجبر المواطن الجزائري للدخول في رحلة بحث طويلة على هذه المادة الضرورية في انتظار تدخل الجهات الوصية بهذا مشاهدنا نكون وقد وصلنا وإياكم من طيس صفحات موعدنا الإخبار من غرفة الأخبار والآن نتروهكم مع ورقة توقعات أخوال الطقس مع الزميلة سعدي أكباب ونلتقي بعد الفاصل